ريم فكري ترد على منتقديها بسبب القفطان المغربي مع انديش الفورما ديالهم أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ردت الفنانة ريم فكري على موجة الانتقادات التي وجهها لها الكثير من النشطاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي معربين عن غضبهم واستيائهم من عدم ارتدائها القفطان المغربي في حفل توزيع جوائز الكاف للأفضل في إفريقيا التي أقيمت بمدينة مراكش وفي التفاصيل فقد وضحت ريم فكري الأمر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مبررة سبب عدم ارتدائها القفطان المغربي خلال إحيائها إحدى الفقرات الموسيقية بالحفل قائلة أنا أحب القفطان ولكن بصراحة ما عنديش الفورما ديالهم وهكذا أكدت الفنانة عن رغبتها في ارتداء القفطان المغربي لكن المشكل يكمن في قوامها الذي يصعب عليها مهما اختياره وفقا لشكل جسمها علما أنها من النساء اللواتي يمتلكن قواما نحيفا للغاية والقفطان المغربي بتصاميمه المليئة بتفاصيل التنبات ومختلف الزينة يجعلها غير قادرة على ارتدائه في المناسبات الكبرى لصعوبة إيجاد مقاسها ويذكر أن ريم فكري تلقت العديد من التعاليق السلبية التي انتقدت حضورها حفل جوائز الكاف بمراكش بحضور قائمة من أشهر الشخصيات المغربية والإفريقية في عالم كرة القدم حضورها بفستان عصري مع قصة جريئة وتسريحة شعر كلاسيكية حيث أكد الكثيرون على ضرورة ارتداء القفطان المغربي في مثل هذه المناسبات الدولية المهمة تمثيلا للمرأة المغربية أولا وللهوية والثقافة المغربية ثانيا